طيب تعالى نستعرض مع حضراتكم ترتيب المجموعات الستة طبعا ترتيب المجموعات الستة من خلال دلوقتي زي ما بقول حضراتكم نهاية الجولة التانية وطبعا في الجولة التالتة او الجولة الحاسمة في الييرو 2020 المجموعة الاولى قدام حضراتكم طبعا ايطاليا بالعلامة الكاملة تسع نقاط في المركز الاول ويلز في المركز التاني باربع نقاط وضمان التأهل السويسرا اربع نقاط وتنتظر طبعا افضل توالد والمركز الاخير المركز التركي وخروجها بعلامة السلبية الكاملة زيرو من النقاط في خلال ثلاث مباريات دي كانت المجموعة الاولى نروح للمجموعة التانية طبعا بلجيكا كمان يعني بتحصل على ست نقاط وده منها للوصول لدور الستاشر ده في المركز الاول المنتخب الروسي بتلت نقاط في المركز التاني فنلندا تلت نقاط بالمركز التالت والدنمارك بلا رصيد في المركز الرابع يعني اعتقد الامور مشتعلة في المجموعة دي بشكل كبير جدا جدا اعتقد الدنمارك يمكن خارج الصورة تماما لكن يبقى المنتخب الروسي ايضا عنده امال للوصول لدور الستاشر نروح للمجموعة التالتة طبعا المجموعة التالتة قدام حضراتكم بنتكلم على هولندا بست نقاط وتضمن الوصول لدور الستاشر نتكلم المركز التاني بست نقاط مين المركز التاني؟ هولندا معنا في المركز الاول النمسا طبعا فيه حاجة بس في الجرافيك المركز التالت تابعا اكيد هولندا زي ما بقوله حضراتكم مرشحة بشكل كبير جدا للوصول للمبرارة رغم زي ما بقوله حضراتكم يمكن المنتخب الهولندي غاب فترات كبيرة جدا على البطولات الاوروبية بشكل كبير التوحين الهولندية اكيد بتظهر بشكل اكتما من رائع في هذه البطولة لكن زي ما بنقول الحكم كمان على المنتخبات حتى على المنتخبات الكبيرة بنتكلم على منتخب فرنسا بنتكلم على منتخب ألمانيا بنتكلم على منتخبات كبيرة ولكن الظاهر أنه سيكون مفاجآت على مستوى عالي جدا في مباراة النوك أوت يمكن زي ما بقول لحضراتكم مستنيين لسه كمان مباراة على مستوى فني كبير جدا نروح للمجموعة الرابعة المنتخب التشيكي في المركز الأول بأربع نقاط إنجلترا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط وطبعا كرواتيا في المركز الثالث وإسكتلندا في المركز الرابع يعني أعتقد كل يعني إسكتلندا وكرواتيا كل واحد عنده نقاط يعني لسه لسه الكلام حتى في المجموعة ديت يعني كل الكلام في المجموعة ديت الأمور متشابكة جدا جدا ولسه الصراع على الوصول لدور 16 ما بين 4 منتخبات بصراحة لكن منتخب الإسكتلندي يمكن بعد الأداء الجيد أمام المنتخب الإنجليزي عنده أمال ما زالت طبعا للحصول على أفضل توالد في المجموعة نروح للمجموعة الخمسة طبعا المجموعة الخمسة مجموعة الموت يعني هي مجموعة مجموعة قوية جدا جدا طبعا فرنسا يمكن بعد التعادل مع المنتخب المجري وصلت للموتة الرابعة المنتخب الألماني بعد هزيمة من فرنسا رجع بفوز كبير جدا على المنتخب البرتغالي وحصلت ثلاث نقاط مهمة جدا جدا في مشوار البطولة المنتخب البرتغالي يعني رغم الفوز الكبير على المجر في المبراءة الأولى لكن طبعا بيقع في المركز التالت بثلاث نقاط كمان المنتخب المجري لم ييأس للحصول على بطاقة التقاول كأحسن توالد عنده نقطة واحدة لكن يعني زي ما بقول لحضراتكم يعني المجموعة دي مجموعة زي ما الناس كلها كانت بتكلم مجموعة الموت مجموعة مهمة جدا وزي ما بقول لك إحنا كمان يعني خسارة واحد من الثلاث فرق دول ما نشوفهمش في دور 17 إذا كان فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال أعتقد هيبقى يعني البطولة 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 هتبقى شكلها مش حلو لو غابت فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال آخر مجموعة معنا المجموعة الستة عندنا السويد في المركز الأول بأربع نقاط المركز الثاني سولفاكيا بثلاث نقاط في المركز الثالث أسبانيا نقطتين وطبعا الفريق البولندي بيحصل على نقطة واحدة من رصيد نقطة واحدة كل طبعا كل الفرص برضو في المجموعة دي كل الفرص متاحة للوصول لدور 16 زي ما بقول لحضراتكم في بولندا بتشعل أمالها تاني بعد التعادل مع المنتخب الأسباني يمكن علامة تفهم في هذه المجموعة هو وجود المنتخب الأسباني في المركز الثالث رغم ترشيح عدد كبير جدا من خبار قرط القدم لوصول أسبانيا للمباريات النهائية أو للجولات النهائية لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم اليورو 2020 بيشهد مفاجآت كبيرة جدا على مستوى المنتخبات وعلى مستوى النتائي ده كان عرض سريعا لجدول ترتيب المجموعات والفرق اللي وصلت وكمان فرص حصول بعض الفرق على الوصول ما زالت الأمال مستمرة لبعض الفرق للوصول لدور 16